اشتركوا في القناة اللي هو حارثة ابن ثعلبة الا ان بني الاوس وبني الخزرج استمرت بينهم حروب لسنوات طويلة وكان المستفيد الاعظم من الحروب دي هم اليهود علشان كده كان فيه حلفاء للأوس وحلفاء للخزرج هتلاقي بني النظير وبني كريضة حلفاء للأوس وبني قينقاع حلفاء للخزرج وكان بينهم علاقات قوية من الصداقة والجوار والعمل واحيانا كانوا اخوة في الرضاعة طبعا كلنا عارفين ان اليهود اهل كتاب ووجودهم في يثرب وخيبر لم يكن على سبيل الصدفة كانوا يعلمون جيدا ان هناك نبي سوف يخرج من ارض العرب ويهاجر الى مدينة ذات حرتين والحرة هي سلسلة الجبال وبينهما نخل وكان مذكور في التوراة علامات النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة وطبعا اليهود اللي هم اهل الكتاب كانوا يتفاخرون دائما على العرب اللي هم اهل الشرك بعلم الكتاب فلما بزغ نور الاسلام في يثرب واصبحت المدينة منورة وذاق الانصار حلاوة الايمان طامعوا ورغبوا بشدة في اسلام اليهود عجبا لكم ايها المسلمون انسيتم ما فعل اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام افتطمعون وتستشرف نفوسكم ان يؤمن اليهود ويصدقوا بدينكم وقد كانت طائفة من علمائهم واحبارهم يسمعون كلام الله من الطورة ثم يحرفونها فكانوا يحرفون اللفظ وكانوا ايضا يحرفون المعنى والمدلول وكانوا يكتمون الحق وهم يعلمون انهم كاذبون عمدا وعن قصد بأكد فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ان هناك حكمة من معرفة قصص بني اسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام وهي ان احنا نعرف حقيقة بني اسرائيل فمن اتعب نبيه وعصى امر ربه فلا جدوى منه ولو كان فيه خير لاتبع الطورة وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل اذا لا حاجة لدعوة اليهود للإسلام والاجابة تكون بل يجب ان ندعوهم للإسلام فيستجيب المنصفون وتقام الحجة على الجاحدون المنكرون في الدنيا والاخرة خلي بالك الحكم على بني اسرائيل ليس على وجه العموم فكما ان هناك محرفون للطورة هناك مصدقون بالطورة فجيء باللفظ فريق منهم وذنب المحرفين ذنب مركب لانهم سمعوا كلام الله اللي هو الطورة وكان عندهم وقت للتدبر والتأمل والفهم ثم بعد ذلك حرفوه عن عمد وهم يعلمون حقيقة الامر ان في الآية تسريع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين ليقابلوا جهود اليهود بعذيمة وقوة قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جعلنا الله منهم جزاكم الله خيرا ومن أحسن تمكنكم